تحدى المعارض للنظام السوري في راس رفعة الاسد وهو ابن عم بشار الاسد بان يخرج الطاغية بشار عبر الملأ ويعلن دعمه للقوات الفلسطينية وتأييده العملية التي قامت بها في اسرائيل على اعتبار انه رمز المقاومة والممانعة ولطالما خرج على السوريين ومن قبله والده بشعاراتهم الرنانة عن الصمود والتحدي ومحاربة الاستعمار دون اي نتيجة تذكر منذ عقود طويلة وقد اكد السيد فراس ان بشار الاسد مختبئ في قصره كالجردان لا يتجرأ على مغادرته وقال فراس الاسد في تسجيل فيديو مصور نشره عبر قناته في يوتيوب ان بشار الاسد يريد سلته بلا عنب وهو يصلي ليلا نهارا كي لا يتم تسليط الضوء عليه وعن اسباب غيابه من قبل الصحافة العالمية كما اكد فراس ان بشار الاسد يحرص على عدم دخول الذباب الى الجولان في اشارة الى انه يحفظ امن اسرائيل وطبعا هذه ليست بالجديدة فقد امضى والده النافق حافظ الاسد حياته حاميا لحدود اسرائيل ولم يتجرأ باطلاق رصاصة واحدة باتجاههم وقال فراس ايضا في رسالة لبشار الاسد اذا لم تستعيد ارض الجولان في زخم هذه الاحداث فمتى ستحرك جيوشك يا من تصف نفسك بالمنتصر على ثمانون دولة في الحرب السورية ويصفونك موالوك برمز المقاومة وبالطبع فان بشار الاسد لا يفكر ابدا باستعادة الجولان السوري لانه يعلم تماما انها ليست من حقه باعتبار ان والده الخائن حافظ الاسد قد باع الجولان لاسرائيل في صفقة رخيصة باتت مفضوحة امام الجميع وذلك بعد ان تلقى وعدا من الامريكان بان يدعم وجوده وعائلته في السلطة مقابل تأمين حراسة مشددة لحدوده مع اسرائيل وهو ما حرص عليه حافظ الاسد طوال حياته وانتقد فراس موالي النظام ورموزه الذين التزموا الصمت على مدار السنوات الماضية ولم يعلقوا على جميع الانتهاكات التي الحقت بالشعب السوري من تهجير وقصف روسي واراني على مناطق المدنيين الامنين واصفا اياهم بالحثالة وبنفس الوقت استغرب تعاطفهم مع الفلسطينيين الذين يتعرضون لقصف لا يقارن بما تعرض له الشعب السوري من قصف وتدمير من قبل طائرات الطاغية بشار وحليفته روسيا ويشار الى ان فراس الاسد موالد الف وتسعمائة وستة وستون عمد الى نشر تغريدات تتعلق بممارسات عائلة الاسد ووالده رفعات الاسد بشكل خاص كما يبدي مواقف مؤيدة للثورة السورية وسبق ان هاجم فراس الاسد نجل السفاح رفعات الاسد والده واخيه دوريد اثر نشره تفاصيل مثيرة عن احداث وانتهاكات وقعت ايام حكم حافظ الاسد لسوريا تحديدا فترة الثمانينات اتهم فيها فراس تقيقه دوريد بمحاولة السيطرة على الحكم في سوريا ما اثار جدلا حول منشوراته على فيسبوك فهل تعتقد ان بشار الاسد سيفوز في هذا التحدي مع ابن عمه ويطلق معركة تحرير الجولان شاركنا رأيك في التعليقات